انا كمواطن عادي ازاي اضمن ان انا ما اعش فريسة اتعامل مع مين وازاي وابقى عارف المكان اه فيه طبعا اماكن يعني لغوا بار عليها بس مش كل الناس بتقدر تروح للاماكن دي لقي تحت بيته خلينا اتكلم برضو يعني اهلين وكلنا يقول لك المحل ده اصتو بيدهني بالقصط اصتو بياخد مني مش عارف كام وبيقصط لي ويجيك تعلق مش عارف ايه فبرضو قصط الحاجات دي يعني ينتعش سوء المخشوش تتفق معيك انا طبعا متفق مع حضرتك وفيه ناس بتتظلم في شارع المنتج انه بياخد منتج رديق لكن هو جايبه بالقصط ويدفع دوبلي تار ده حضرتك دي مشكلة تاني كمان يعني انما انا النهاردة لما اجي اشتري حاجة او باجي اشتري سلعة ببحث عنها يعني بابتدي ابص يا اما في الموبايل بتاعي بدخل على المواقع اكتب المنتج اللي انا عايزه وابتدي اعمل سيرش بيتباع فين وابتدعم المقارنات اشمعنا ده بيبيعه بكذا واشمعنا المنتج ده بكذا والمنتج ده بكذا سنان بالطبيعة فيه برندات حضرتك مشهورة او في مصر يعني فيه مركات اللي اختلف عليها اتنين لما اجي اقول لحضرتك مركة اكس حضرتك اه تقول لي دي ممتازة التاني هيقول ممتازة التالت هيقول ممتازة وفيه مركات طبعا مجهولة فانا اللي يخليني اغامر بمنتج هدفع فيه فلوس اروح اشتري حاجة وانا معرفهاش انت بتسمع سواعي يعني يقول لك خد حاجتين وعليهم واحدة تالتة هدية ايه طبعا مش منطق يعني حضرتك كانت تقاري اعلان حاجة معي خيري اه حضرتك تلاقي مروحة محتوطة يعني بـ 250 و300 جنيه طب ازاي يعني المروحة دي سعرها يوصل كده وانت لما فيجي تاخد برند بتلاقي بألف ونص و2003 ده المتواصل ده انا بتكلم على الكاتجري البداياتها طب انا لازم بقى عند منطق ليه دي بكذا وديه ليه بكذا طب وهل دي شركة معروفة هل هيديني بها فاتورة اقدر اتعامل مع الشركة في مركز خدمة وصيانة ليها ضمان خمس سنين ليه حق الاستبدال والاسترجاع فيه التساؤلات كتيرة الناس اللي بتستسهل بتدفع اكتر من الانسان الواعي اللي يعرف اشتري فاكر نفسه ناصح ولقى نفسه هو مش بيبقى ناصح هو بيبقى يعني مضطر يشتري ومعاه مثلا فلس قليلة فعايز او فيه واحد زي ما حضرتك بتقول عايز يعمل فيها شاطر ياخد حاجة رخيصة شوية او كده لا انا اخد حاجة من مكان محترم اخد حاجة ليه مرجوع ليها لو انا خدتها ولاقيت فيها مشكلة عارف ارجع له وقول له المنتج ده مش يعني غيرهولي ويكون برضو عندي ضمان لا وفيه حاجة كمان بشوانس حضرتك تاجر وكبير في السوق وليك ووضعك يعني الوقت كل الناس الموظفين اغلبية الناس يا بيقبضوا بالفيزا مظبوط فيه البنوك دلوقتي على الفيزا وعلى الكروت دي كلها والابليكشنات اللي اتعاملت جديد ومش عارف ايو حاجات دي بيديك تسهيل لممكن سنة ونص سنة بدون فوايا فدي تخليك اروح لإسم كبير او محلات معروفة كبيرة اتعامل قدرتك فيه عرض الشركة كبيرة جدا من الشركات الاولى في الاجهزة الكاربائية عاملة عرض على 18 شهر بالتعاون مع البنك الاهل المصري 18 شهر زيرو فايدة من غير حتى بسعر الجهاز الاساسي وبتديك مهلة 3 شهور يعني بعد 3 شهور تدفع على 18 شهر بزيرو فايدة وحضرتك الشركة موجودة بس العرض داي انتهي 36 يعني هو العرض للأسف هم فعلا بيعانوا عنه من فترة هم بدأوا من أول 5 واشتغل وطبعا عمل شغل كبير جدا وحتى أنا يعني خلت ابني خد حكته خدها بالعرض دا لأن طبعا من عرض كاشباك كمان يعني انت لما تشتري فوق 75 ألف تاخد 11% خاص تمام وده كاشباك بيتعمل فوري